بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم السادس من شهر برامودة تذكاروا ظهور ربنا بعد قيامته لتومى الرسول نياحة القديسة مريم القبطية السائحة تقرأ فصول اليوم الثلاثين من شهر طوبة وهي مرتبة على شهادة العذارة القديسات بستيس وهلبيس وأغابي وأمهن صوفية إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيعَيْنَا عَلَى جَمِيعَيْنَا بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ تُبَادِرُ الرُؤَسَاءُ إِلَى كُلِّ الْمُرَتِّلِينَ في وسط صبايا ضاربات بالدفوف في الكنائس بارك الله وَالْرَبَّ مِنْ يَنَبِيعِ إِسْرَائِيلِ هَلِّيْنَا هَلِّيْنَا يَيْلُوْيَا مُبَارَكَ الْآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إِلَى الْأَبَاءَ آدْ آمِينَ وَفِي مَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الْأَبْرَاصِ جَاءَتْ إِلَيْهِمْ رَأَةٌ معَهَا قَرُورَةُ طِيبٍ كَثِيرِ الثَّمَانِ فَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَّكِئِ فَلَمَّا رَأَى تَلَامِيذُهُ ذَلِكَ تَقَمْقَمُوا قَائِلِينَ لِمَاذَا كَانَ هَذَا الْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُبَاعَ هَذَا بِكَثِيرُ وَيَوْطَى لِلْفُقَرَاءِ فَعَلِمَا يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُتْعِبُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسَنًا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينَ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينَ لِأَنَّ هَذِهِ قَدْ سَكَبَتْ هَذَا الطِّيبَ عَلَى جَسَدِي لِتَكْفِينِي الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها وَالْمَجْدُ لِلَّهِ دَهِ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ابن الله الحي الذي له المجد دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال لها يسوع ترجمة نانسي قنقر 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 من أجل هذا يقول قم أيها النائم ترجمة نانسي قنقر الكاثوليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكرين معهن علمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع لكي لا تعاقى صلواتكم والنهاية كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام وكونوا محبين الإخوة رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلما بالمكر وليحد عن الشر ويصنع الخير وليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تطريبوا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأما العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهر المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطول بايس عكا فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيته في لبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأ وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولوس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أرشاليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أرشاليم حينئذ أجاب بولوس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أرشاليم لأجلس من رب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القدس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيعِنَا مِمَّ زَمِيرِ أَبِيْنَا دَاوُدَ النَّبِيْ بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ يُدْخِلْنَا لِلْمَلِكِ عَذَارًا فِي إِثْرِهَا جَمِيعُ صَاحِبَاتِهَا لَهُ يُقَدَّمْ يُدْخِلْنَهُنَّ بِفَرَحٍ وَابْتِهَاجِ يُدْخِلْنَهُنَّ إِلَى هَيْكَلِ مَلَيْكَ هَلِّيْهَا يَلُوْيَا مُبَارَكَ الآَاتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا إِلَى الْأَبَاءَ آدْ آمينَ حِينَ إِذٍ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ عَشْرَ عَذَارَ أَخَذْنَا مَصَابِحَهُنَّ وَخَرَجْنَا لِلْقَاءِ العَرِيْسِ وَكَانَ خَمْسٌ مِّنْهُنَّ جَاهِلَاتِ وَخَمْسٌ حَكِيمَاتِ أَمَّا الجَاهِلَاتِ فَأَخَذْنَا مَصَابِحَهُنَّ وَلَمْ يَأْخُذْنَا مَعَهُنَّ زَيْتَا وَأَمَّا الحَكِيمَاتِ فَأَخَذْنَا زَيْتَا فِي آنِيَتِهِنَّ مَعَا مَصَابِحِهِنَّ وَإِذْ أَبْطَأَ العَرِيْسِ نَعَسْنَا جَمِيعُهُنَّ وَنِمْ فَفِي مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ صَارَ صُرَاخِ هُوَ ذَا العَرِيْسُ قَدْ أَقْبَلِ فَقُمْنَا وَخُرُجْنَا لِلِقَاءِهِ حِينَ إِذٍ قَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ العَذَارَةَ وَزَيَّنَّا مَصَابِحَهُونَ فَقَالَتِ الجَاهِلَاتُ لِلْحَكِيمَاتِ أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنْ فَإِنَّا مَصَابِحَنَا تَنْطَفِئِ فَأَجَابَتِ الْحَكِيمَاتُ قَائِلَاتُ لَعَلَّهُ لَا يَكْفِي لَنَا وَلَكُنْ فَالأَحْرَى أَمْ تَذْهَبْنَا إِلَى الْبَاعَةِ وَابْتَعْنَا لَكُنْ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِيَبْتَعْنَ جَاءَ الْعَرِيسُ وَالْمُسْتَعِبْدَاتُ دَخَلْنَا مَعَهُ إِلَى الْعُرْسِ وَأُغْلِقَ الْبَابِ وَأَخِيرًا جَاءَتْ بَقِيَّةُ وَالْعَذَرَ قَائِلَاتِ رَبَّنَا رَبَّنَا افْتَحْ لَنَا فَأَجَابَ وَقَالَ هَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُنْ إِنِّي لَا أَعْرِفُكُونَ فَاسْهَرُوا إِذَا لَآمَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ الْيَوْمُ وَلَا السَّاعَاءَ والمجد لله ده آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ